نقش البرلمان الليبي آليات وشروط اختيار الحكومة الجديدة وصوت المجلس بأغلبية أعضائه الحاضرين للجلسة صوت على رفض إشراك المجلس الأعلى للدولة في تزكية رئيس الوزراء الجديد يتي ذلك وسط ضغوطا في البرلمان لاستبدال حكومة عبد الحميد الدبيبة بحكومة جديدة لانتهاء ولايتها خطوة جريئة يتخذها البرلمان الليبي فبعد أخذ ورد وانقسامات حادة حول مصير حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة يصوت البرلمان على استبعاد المجلس الأعلى للدولة من مشاورات تشكيل أي حكومة مديلة ويتفق على فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة قرار صوت عليه ثلاثون نائبا مقابل واحد وعشرين صوتا لصالح إشراك مجلس الدولة وبذلك يكون هذا الأخير من دون أي دور في تشكيل الحكومة الجديدة أو اختيار رئيس الوزراء خطوة سوف تدخل البرلمان بكل تأكيد في صراع جديد مع مجلس الدولة الذي يرفض مساعي تغيير السلطة التنفيذية ويصر على استمرارها إلى حين إجراء الانتخابات في المقابل يتمسك رئيس البرلمان عقيل صالح بحل حكومة دبيبة مؤكدا في آخر تصريحاته أنها سقطت وانتهت مدتها ولا يجوز إعادة تشكيلها موقف أيدته لجنة خارطة الطريق نيابية التي أعلنت انتهاء ولاية دبيبة في كل النواحي القانونية جلسة شهدت مناقشات حادة وخلافات جامحة إلا أنها انتهت بقرارة قد تقود إلى استبعاد حكومة دبيبة وتشكيل حكومة جديدة إذ وضعت لجنة خارطة الطريق 12 شرطا لاختيار رئيس الحكومة على أن يتفق عليها أعضاء البرلمان أبرزها ضرورة أن يتقدم لمنصب رئيس الوزراء من استقال من قبل الترشح بمدة معينة وللمزيد للحديث عن هذه التطورات ينضم إلينا من بنغازي رئيس مركز تمكي للدراسات دكتور محمد المصباحي ومعنا من تونس المتحدث باسمه مبادرة القوى الوطنية الليبية محمد شبار أهلا بكم ماذا يفايا الكريمين أبدأ معك دكتور محمد المصباحي بداية برأيك كيف تتوقع أن يكون تأثير قرار وتصويت مجلس النواب اليوم باستبعاد مجلس الأعلى للدولة من أي تزكيات لأي مرشحين للحكومة أو تشكيلة حكومية المقبلة أو جديدة كيف سيكون تأثير هذا على المشهد السياسي المعقد أساسا في ليبيا أولا مساء الخير بحضرتك الأستاذ محمد شبار وإلى كل المتبعي قناتك بموقرة في البداية حقيقة نحن كان الطموح أكبر عند الليبيين بإرادتهم تحقيق الانتخابات في 24 ديسمبر لخيبة الأمال الكبيرة التي صابت الليبيين من بعد تأجيل الانتخابات والغاها وهذا ما ترتب عليه نتيجة لفشل الحكومة القائمة حاليا وما ترتب على إجراءاتها بدل من تكون حكومة تهيئة للانتخابات أصبحت حكومة تعمل إلى خطة طويلة تلأمد إلى عشرات السنوات وليس حتى لسنوات قادمة ما أقدم عليه مجلس النواب اليوم هو لو لا التشدي والانقسام الذي حصل في مجلس النواب في بداياته ما كان لي أن يكون يعاد موطب الوطني من جديد تحت مسمى مجلس الدولة الذي مجلس التشاري وهو مجلس الدولة واليوم تمت تشويت عن مقتربة وليس قاعدة قائمة ولكن لا نريد العودة لتشعبات لملف الليبي بالأسس المؤتمر وهل يجب أن يكون هناك هناك اتفاقات هناك تفاهمات كان هناك حتى أحاديث في الفترة الماضية وتصريحات من مصادر مقربة عن وجود نوع من تقارب ما بين مجلس النواب وما بين مجلس الأعلى في شخص عقيلة صالح وفي شخص أيضا لمشري فيما يتعلق بحسم مسألة ضرورة تغيير حكومة الدبيبة ما الذي حدث وهل يحق لمجلس النواب حسم هذا الأمر أو الحسم فيه هو في الحقيقة أن مجلس النواب هو المعني بتشكيل الحكومة أنا لست عودة للتشعبات تستعدى بقدر ما هو لمحة سريعة إلى ما حصل اليوم فقط هذا كان المقصود من العودة لهذا الملف ما حصل اليوم هو الاقتصاص الأصيل لمجلس النواب البت في الحكومة من أعطى الشرعية للحكومة إلى عند 1-24 ديسمبر هو مجلس النواب الذي زكى ما تمخض على حوارة 75 الذي شكل حكومة الوحدة الوطنية حكومة الوحدة الوطنية صدر فيها قرار سابق من مجلس النواب باعتبارها حكومة تسيير أعمال يعني هناك قرار سابق من مجلس النواب بتحجيم عمل الحكومة بشكل أو بياخر المجلس النواب سيمضي في تشكيل الحكومة وما يرتب على ذلك وما يدعم ذلك هو اللقاءات التي تمت ما بين القوى الفاعلة على الأرض وهي التي ستنجح هذه الحكومة القادمة ما تم في اللقاء في بنغازي بين مجموعة مترشحين الرئيسيين وعلى رأسهم المستشار المشير خليفة حفتر والأستاذ فتحي باش آغا والأستاذ أحمد محيتيق والأستاذ شريف الوافي والأستاذ العارف اللايد والأستاذ عمد جيد سيف النصر أعتقد أن هذا فتح الطريق أمام إعادة تموضح حوار القوى الفاعلة على الأرض والقوى القادرة على ينقص المجموعة الباقي المترشحين الذين لهم تأثير على هذا الوضع ولكن من بعد هذا اللقاء صارت متغيرات كثيرة على الأرض ستسهم بشكل كبير جدا في نجاح مخطط البرلمان في تشكيل حكومة جديدة ودلع ذلك وجود وفد شعبي يمثل مناطق الغرب والشرق ممثل لكل قبائل والمناطق الغرب من مصراطة من ترهونة من بنوليد من الزاوية من ورشفانة من الجنوب الغربي والجنوب الشرقي الغربي بالكامل موجودين في الزاوية موجودين الآن في بنغازي وفي القبة وكانوا في لقاء مع سيدة مستشار أمس وقبلها مع المشير خليفة حفتر من أجل دعم المبادرة مجلس النواب في خلق حكومة الآن الحكومة القايمة هي حكومة تموضعت بعد الإشكالات الأخيرة داخل طرابلس حتى دون باقي المناطق الآن كثير من مناطق تعاني الآن في مشاكلها صرفت أكثر من 66 أنا أريد تركيز على مسألات التصويت في الجلسة على استبعاد المجلس الأعلى للدولة برأيك أستاذ محمد أي تبعات لهكذا تصويت أو هكذا قرار هل يمكن تفعيله على أرض الواقع يعني الأستاذ أو دكتور محمد المصبحي يقول هذا اختصاص أصيل من اختصاصات مجلس النواب لا دخل المجلس الأعلى للدولة به بداية تحية طيبة لك ولكل السادة المشاهدين ولضيفك الله الكريم أهلا أعتقد أن المسار الذي يسير فيه اليوم مجلس النواب والمسار الآخر الذي يسير فيه المجتمع الدولي نشاهد أن هناك تباين كبير جدا المجتمع الدولي يتحدث أن هناك خارطة وحيدة ويتيمة هي التي تم التوافق عليها بين أطياف الصراع في ليبيا والتي تم إدراجها في قرار من مجلس الأمن الدولي 25-70 ومجلس النواب وكأنه يتوف في طريق آخر بعيد كل البعد عن الخارطة السياسية التي تم التوافق عليها مسألة تغيير الحكومة صحيح أن هذه الحكومة هي حكومة فاسدة وتوغلت بشكل واضح وكبير في الفساد وأيضا هي حكومة فاشلة بامتيازه هذا أعتقد أن كل الليبيين يتفقوا عليه بشكل كامل ولكن مسألة تشكيل حكومة جديدة بهذه الطريقة وبأجندة روسية واضحة لا أعتقد أن المجتمع الدولي الذي يراقب ما يقوم به مجلس النواب عن كتب بشكل واضح وكبير خصوصا أننا نتحدث عن كم هائل من المرتزقة في مدينة الجفرة أكثر من 8000 مرتزقة من السودان و5000 من مرتزقة الفاغنر و2000 من شبيحة بشار الأسد هم اليوم متواجدون في مدينة الجفرة التي انطلقت منها مجموعة أساسا ساندت الانقلاب الذي حدث بالأمس في بوركينا فاسو إذن ليبيا اليوم وخصوصا القوات الروسية ومرتزقة الفاغنر خصوصا أن هناك قوات نظامية في قاعدة الجالط وأيضا في قاعدة الجردبية اليوم متواجدون في مدينة سرد لا أعتقد بأن هناك الوضع الأمني من مدينة سرد يعني هناك العديد من ليبيين اللي يرون أنه بالأساس في أي خريطة طريق يجب إخراج المرتزقة وصحب السلاح ويعني لجم الميليشيات المنتشرة قبل الحديث في أي مصر سياسي أو دستوري هذه قضية أخرى ربما يتهرب منها الأطراف الليبية دخليا والقوى الفاعلة في البلاف الليبي ومشنمع الدولي بشكل عام إذا ما تحدثنا عن جانب السياسي البحث حاليا ما بعد مجلس النواب هل نحن إزاء انقسام سياسي جديد؟ لا أعتقد أن هناك نتحدث عن انقسام سياسي الحقيقة هو ممتد منذ فترة طويلة جدا بالتأكيد هذا الانقسام موجود نظرا لأن الأطراف السياسية اليوم تصطف وراء القوات الأجنبية سواء كان مجلس الدولة في الغرب الليبي يصطف وراء القوات التركية وأيضا مجلس النواب يصطف وراء القوات الروسية ما حدث بالأمس في مجلس الأمن الدولي وكل المداولات الحقيقة بعيدة كل البعد عما تبحث عنه الدولة الروسية في ليبيا وعن كل الأجندات التي تقوم بها اليوم من أجل تشكيل حكومة هذه الحكومة لا تكون بتيسير من بعتة الأم المتحدة وهو مخالف لكل قرارات مجلس الأمن الدولي ومخالف أيضا لكل الأعراف الدولية في محاولة واضحة جدا من أجل صناعة نفوذ من خلال هذه الحكومة ولا يمكن أن نسمح نحن ولا الليبيين بأن تصبح ليبيا بؤر التوتر تنطلق منها العصابات لزعزعة الاستقرار في كل الدول الأفريقية اليوم ما تقوم به روسيا داخل ليبيا هو زعزعة لكل الدول الأفريقية وصناعة حكومات موالية لها من أجل نهب خيارات الشعوب الأفريقية هذا ما يحدث اليوم عن موضوعنا الأساسي نعم ما يحدث اليوم ما يحدث اليوم مجلس النواب يريد أن ينفذ أجندة الدولة الروسية هذا هو ما يحدث بالفعل طيب دكتور مصباحي تعليقك على هذه النقطة موالية لروسية إلى أمد هذا دقيق إلى أمد هذا دقيق أول أن مع احترامي للاستاذ محمد هذا الكلام يجانبه الصواب حقيقة اليوم ما حصل في مجلس النواب والذين طالبوا أساسا الذين طالبوا بإبعاد مجلس الدولة هم من النواب الذين كانوا مقاطعين لمجلس النواب والذين كانوا في البرلمان الموازي في طرابلس والذين كانوا مقاطعين لجلسة النواب وهم الذين كانوا مصررين والشاشات كانت مقورة على الهواء وهم الذين كانوا مصررين على بعض مجلس الدولة أولا ماذا حصل اليوم في مجلس النواب إذا ما كان ارتضى لتعليمات السفيرة البريطانية وإلى تعليمات المستشارة الأمريكية المستشارة الأمير العام لتصبح تستمرار الحكومة الحالية إذا ما استجبنا لهؤلاء نحن تحت الفاقنر وتحت الروس نحن لا نقبل بأي وجود أجنبي سواء كان فاقنر ولا مرتزخ من كل تركينا من الجانب الآخر سواء كان بجميع القوات الأجنبية بأي شك بالأشكال وما عرقل ما عرقل الانتخابات في ليبيا هم السببين الرسيين هو التدخل الأجنبي بوجود المرتزقة الأجنبية في ليبيا والذي 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 كان سببا فيها المجلس المجتمع الدولي في عدم الاتزام بوعودة التي حددها بوقت معين بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا ووجود حكومة لقبطة الأوراق وخلطة الأوراق من أجل استمرارها في إدارة للدولة بعيدا على هذه الإجراءات ما حصل في مجلس النواب اليوم يحبب على الاستقلالية برضور 100 مئة وكلم هذا مفهوم حتى كان هناك محاولة للالتفاف بخلال مبادرة عدد من النواب ربما بالتعديل الجزئي الجلسة اليوم أفشلت هذه المساعي وهذه المبادرات لكن السؤال هو هل يمكن لمجلس النواب أن ينفرد برسم معالم الحل أو أي حل حلاف في الموضوع أو خريطة الطريق المستقبلية لأن المدافعين عن مجلس الأعلى وأنصاره أو مجلس الأعلى للدولة يقولون أنه كل شيء موجود في الاتفاقات وفي خريطة الطريق السابقة على أنه يجب التشاور معه وبالتالي في تعيين الحكومة في التسقيات وكذلك حتى قبل السحب يعني هناك من يطعن في مسألة سحب الثقة من حكومة الدبيبة سابقا أولا أستاذ هذا العمل تركز القوة الداعمة للجاح البرلمان في هذا العمل لا للروس ولا الأمريكان ولا غيرها ما القوة الداعمة لهذا العمل مع احترام إدراعي الأستاذ محمد هي التوافقات الوطنية التي تمت بين مجموعة من القوة الفاعلة على الأرض يجب أن نسمي الأشياء بمسمياتها هذه القوة الفاعلة التي تذهب على الأرض الآن هي التي ستكون داعمة لنجاح خطة البرلمان في نهاية هذه المهمة البرلمان سيفتح يوم الاثنين ملفات الترشح للحكومة سيقيد هذا العمل بأطر وبجراءات معينة للتلتاشر اتناشر شرط التي موجودة على شاشة قناتك والموقرة هذا العمل سيجح البرلمان في تشكيل الحكومة التي ستكون مقيدة بإجراءات لجلد خارطة الطريق التي ستحدد موعد الحقيقي للانتخابات بالتنسيق مع المفوضين عندي الانتخابات والموسات الملعينة شابت الكثير من هذه الملاحظات من بين نحن نتكلم على الأسباب التي ستدعو البرلمان إلى النجاح النجاح البرلمان وفق سؤال حضرتك هو القوة الفاعلة التي التقت والتي الآن مستمرة في التنسيق والتواصل فيما بينها على مستوى الشعبي وعلى مستوى الرسمي وعلى مستوى القيادات العليا والوسطى هذا يؤكد أن هذا العمل سينجح بقوة وسيلتف حوله الليبيين وندعو بقية الليبيين من القوة الفاعلة على الأراض من المجموعات القادرة على هذا العمل إلى الالتفاف إلى مشروع وطني متكامل ينجح هذا العمل وعندما يلتق الليبيين لن يجدوا المرتزقة للفاقنر ولا الروس ولا الجنجويد ولا قوات التي قادمة من كل مكان ولا القوات الأخرى التي جاءت بها المرتزقة من كل مكان لن تجد مكان لنتجد برادق الليبيين موحدة تجاههم وهذا الدليل من بعد هذا اللقاءات هي الداعم الحقيقي لنجاح خطة البرمان وفق لسؤال حضرتك شكرا لك طيب وفق نجاح هذه الخطة برأيك أستاذ محمد شبار إذا كان يعني كما أشار الدكتور المصباحي أنه مشروع وطني نتحدث عن وضع معالم خريطة طريق جديدة تحدد المواعيد ووصول الانتخابات لرئاسية وبرلمانية تعديل دستوري بمصارات على مختلف القطاعات فيما دائما استحضار القوة الأجنبية وجود مؤامرات ومعالم أو مصالح في المشهد الليبي في محاولة لزعزعته مسألة هل هناك خارطة جديدة سيتم الإعلان عنها لا توجد أي خارطة جديدة سيتم الإعلان عنها وهذا ما تحدث عنه خمسة عشر مندوبا في مندوبة المجلس الأمن الدولي في جلسة مجلس الأمن بالأمس فقط كل ما يحدث اليوم في مجلس النواب هو عبارة عن كلام للاستهلاك هذا اليوم نقوله على الملاء ونتحدث به وغدا سنراه واقعا وسنعيشه إذن نحن نتحدث عن عمل تقوم به بعثة الأمم المتحدة وما تقوم به أيضا السيدة ستيفني وليمز نؤيده بشكل كامل نحن مبادرة القوة الوطنية الليبية لماذا؟ لأنه ينفذ الخارطة السياسية التي تم التوقيع عليها بين أطراف الصراع في ليبيا هذا الجانب وأيضا ما تقوم به السيدة ستيفني وليمز هذه الخريطة ألم تنتهي ألم تنتهي هذه الخريطة أما ما يقوم به مفروض أن الخريطة السابقة كانت بوصول إلى المحطة الانتخابية في 24 ديسومبر بمجرد أن هذا لم يتم ألم تنتهي الخريطة السابقة بتلي الآن ضرورة البحث عن خريطة أخرى فيما يتعلق بإشارة إلى ويليامز نفسها هي أشارت إلى رفضها أي مراحل انتقالية جديدة هذا إشارة جيد اعتبره البعض لدبيبا ليسعى إلى التمديد لنفسه لسنوات جيد جيد الخريطة الكثير يعتقد بأن الخريطة هي عبارة عن تاريخ أو موعد إجراء الانتخابات وهذا يعني غير صحيح الخريطة السياسية تتضمن عدة مسارات وهذه تم يعني إصدار بها قرارات من مجلس الأمن الدولي وهي تحت الفصل السابع ونحن جيدا ماذا تعني ماذا يعني الفصل السابع هذا الجانب والجانب الآخر أيضا الخريطة تتضمن اتفاق لوقف اطلاق النار وأيضا يتضمن مسار دستوري ومسار انتخابي وأيضا مسار يتعلق بالقاعدة الدستورية إذن ما يريد اليوم الليبيين التوافق عليه هو النقطة الأولى هو الاتفاق على موعد آخر للانتخابات وأيضا الاتفاق على القوانين الانتخابية هذا هو المطلوب وفقا للخريطة السياسية التي وقع عليها الجانبين سواء كان مجلس النواب أو مجلس الدولة أما مسألة هل يستطيع مجلس النواب أو مجلس الدولة تشكيل حكومة جديدة فهو عبارة عن كلام محلي لن يجد أي أذان صاغية من المجتمع الدولي ونعلم جيدا كيف جاءت حكومة السراج وأيضا كيف جاءت حكومة الدبيب وكيف تم تسليم والاستلام ليبيا لازالت تحت الفصل السابع أي عملية سياسية إذا لم تكن بتيسير من بعتة الأمم المتحدة وأيضا بدعم من المجموعة الدولية وبقرارات من مجلس الأمن الدولي لن تجد أي أذان صاغية ولن يكن لهذه العملية السياسية التي يحلم بها البعض والتي تحقق أجندات واضحة من الدولة الروسية من أجل تكوين نفوذ داخل ليبيا ومن أجل زعزعة الأمن داخل كل القارة الأفريقية وكما شاهدناه سواء كان في تشاد أو في بركينة وما يحدث اليوم في أفريقيا الوسطى وفي مزنبيق أيضا هذا الحقيقة يعني المجتمع الدولي ورقبه عن كتب ولن يسمح ولن يسمح أيضا للليبيين بأن يعني تصبح ليبيا مرتعا للروس من أجل زعزعة الاستقرار في كل القارة الأفريقية ومن أجل نهب خيارات شعوب القارة الأفريقية طيب رأيك دكتور مصباحي يعني أستاذ شبار يقول أنه كلام محلي لن يذهب بعيدا لن يجد أذان مصيب بالنسبة للمجتمع دولي وبالتالي فيما هذه التحركات إذا لم يكن لها أي طائل أو لفرضه على أرض الواقع ما هي المخاطر أيضا خاصة بالنظر الآن ربما لخلق جبهات مع مجلس الأعلى للدولة مع حكومة دبيبة في هذه المواجهة السياسية مخاطر العودة إلى أجسام موازية في ليبيا أيضا صحيح صحيح أولا يعني أنا أعتقد أن نحن شراك نحن دولة خلاص استقرت لأن بنفد أجندة لدول خارجية هذا موضوع بصراحة ما أعتقد أنه ما ينبتش وزي ما تفضل السيد محمد والأستاذ محمد بأننا نحن نتكلم على الهواء الآن وهذا كلام ما موطق الليبيين المئة وعشرين نائب إذا ما ما متأكد أن شكل حكومة ستكون موجودة على الأرض وستكون بفعلياتها ولا لدولة روسية ولا لدولة غيرها وأعتقد أننا إذا كان استضرنا المجتمع الدولي لغاية ما كذلك لن يرضى المجتمع الدولي وأنا أتمنى على أن أستاذ محمد يسمي لدولة واحدة فقط في العالم حلت مشكلتها الأمم المتحدة وحلت مشكلتها المجتمع الدولي وحلت مشكلتها مجلس الأمن أي دولة في العالم أي صراع ما لم يلتقي أهل الأهل الأهل الهم وأهل المشكلة وهم الليبيين أنفسهم هل سينجح العالم في فرض سلام على ليبيا بعيدا على الليبيين أو مدام الليبيين لا يرغبون وهل سينجح العالم في فرض الدمار على ليبيا إذا ما ليبيين أرادوا الخير ببلادهم لا أعتقد أن هذا الكلام يكون حقيقي ولكن دكتور يعني موضوع الليبي أنهنا أطراف قوة دولية وإقليمية فاعلة ولها نفوذ لدى الأطراف الليبية من شأنها تسهيل إيجاد الحال ومن شأنها تصعيبه حتى البعض يرى أنه حتى من خلال جولات الإقليمية والدولية لستيفاني ويليامز لتتقص الأمر والمواقف هناك نوع من الاستشعار بتمسك عدد من القوى عدد لبأس به من القوى الإقليمية بالدبيبة يا أستاذ المجتمع الدولي للمجلس الأمن غير قادر على تسمية مبعوط للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا لم يكن قادر عند الآن على تسمية مندوب لماذا تسمي الأشياء بمسميتها الأمم المتحدة غير قادرة على تسمية مندوب شخص واحد يمثلها في إدارة الأزمة في ليبيا وإنه في حل المشكلة في ليبيا من بعد ما استقال السيد كوبتش عند اليوم عقد المجلس الأمن جلسته لم يستطيع تسمية مندوب ممثل اللي يعالج المشكلة قاعدين نتحايل على الإجراءات وما يدور العمل المستشار لدى الأمين العام المتحدة مع ترامنا للسيدة ولمز فعلا هذه السيدة فعلت الكثير من أجل جمع الليبيين على طاولة واحدة من خلال مؤتمر ما يسمى 75 هذا المؤتمر رضو عليه الليبيين مرضوش لكنه نتيجته رضوطها الليبيين لأنها وحد المؤسسات المهازية أصبحت في حكمة واحدة أصبحت في مجلس رئاسي لكن هل هذا تحقق الالتزامات الأخرى هو أن تتحقق الانتخابات في 14 ديسمبر أن تخرج للقوات الأجنبية والمرتزقة خلال شهرين من ذلك الاتفاق نحن الآن في سنة ونص من اتفاق خروج المرتزقة ومن قرار مجلس الأمن الذي يؤكد على في قرار وعيله وضمن وفق القرار رقم سبعة لمجلس الأمن على أن القوات الأجنبية والمرتزقة تغادر ليبيا خلال شهرين المتتالين القادمين ثم بعد ذلك وصلنا إلى مرحلة القروج المتوازية والمتزامة ربما في تعقيب أخير وباختصار لو سمحت أستاذ محمد يعني بالنهاية المجتمع دولي يبدو عاجزا في حل الأمور في ليبيا والحل كما يصر الدكتور منصباحي لن يكون إلى ليبيا ليبيا بالنهاية المجتمع الدولي جاد بشكل كبير وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية المداولات الأمس التي طالت لساعات يعني وصلت إلى تقريبا الساعة العاشرة مساء بتوقيت جرينيتش هو خير دليل على ذلك أيضا هناك جلسة مرتقبة يوم السابع والعشرين من يناير الجاري وهي جلسة مهمة أعتقد أن هناك أيضا قائمة للمعرقلين ستصدر ضدهم عقوبات هي أيضا على أجندة هذه الاجتماعات بالإضافة إلى أن هذه المداولات تتعلق بجانب المنف الليبي وإذن هناك أهمية كبرى يضعها المجتمع الدولي لحل الأزمة في ليبيا ليبيا أصبحت بؤر التوتر تهدد القارة الأفريقية وتهدد أيضا القارة الأوروبية المجلس النواب وما يقوم به هو في واد والمجتمع الدولي وما يقوم به هو في واد الآخر إذن أعتقد أن مسألة تغيير حكومة هذه الحكومة الحالية التي أثبت فسادها وفشلها لن يكون إلا عبر مسار وحيد ويتيم هو المسار الذي تيسره بعتة الأمم المتحدة وبدعم من المجتمع الدولي دكتور محمد المصبح